السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم شكرا لفتح هذا المقطع والذي فيه استعراض لسوارة بمميزات ساعة يعني السوارة هذه من هواوي وهي هواوي باند 6 الإصدار السادس طبعا كان فيه إصدارات سابقة وهي تعتبر أول سوارة بمواصفات ساعة ذات شاشة أموليد وحجم كبير تقريبا إنش و 47 يعني تقريبا حوال إنش ونصف عموما فيها مواصفات عدة بطاريتها تمتد لمدة طويلة بالإضافة إلى قياس بعض المؤشرات الحيوية واللي بتحدث عنها خلال هذا الفيديو حياكم الله أنا طارق الجاسر وخلونا نبدأ في المراجعة أول شيء هذه هي علبة بطاريتها هواوي باند 6 من الخلف ايش اللي موجود؟ طبعا حاطينا عدة مواصفات اللي تمتاز فيها هذه السماعة وهذه من أحد المميزات جدا رائعة إنها طوال الوقت تقوم بقياس نسبة تشبع الأكسوجين في الدم من أول المميزات اللي موجود فيها الساعة بطاريتها ممكن تبقى معنا لمدة أسبوعين من الاستخدام في شحنة واحدة وعلى فكرة إذا شحناها خمس دقائق تعطينا مدة عمل يومين كاملة تخيلوا خمس دقائق بس شحن لأنها تدعم الشحن السريع بالإضافة أنه فيها تقنيات تحافظ على البطارية من أنها ما يتم هدرها وبنفس الوقت تحافظ على قياس المؤشرات الحيوية مثل نبضات القلب بالإضافة أنهم أضافوا خاصية جديدة وهي قياس تشبع الدم بالأكسوجين طوال اليوم نتكلم عن كافة المواصفات وكيف ربطها إيش اللي موجود؟ Long battery life أو مدة أطول في البطارية طبعا زي ما قلت لكم تدوم لأسبوعين البطارية حجم الشاشة 1.47 إنش AMOLED Full View Display تقريبا إنش ونصف هذا حجم الشاشة طبعا طوال اليوم قياس نسبة تشبع الأكسوجين في الدم وفيها شحن سريع وتدعم 96 تمارين ممكن إحنا نقوم فيه تمارين وتتعرف على التمرين على سبيل المثال إحنا الآن على الجهاز الإيروبيك بتتعرف أنه إحنا الآن نمارس الرياضة على جهاز الإيروبيك أو السير أو جاسين نجري بالإضافة إلى تمارين الضغط الوقوف عدة تمارين تدعمها هذه الساعة طبعا بالإضافة كالنسخ السابقة أنها تقيس معدل نبضات القلب طوال اليوم عندنا ممكن مقاومة للماء إلى خمسة أمتار أو عمق خمسة أمتار وأخيرا ساينتيفك سليب تراكينج وتتبع النوم هل نومك كان عميق؟ متى كانت نسبة نومك اللي كنت فيها عميق؟ متى مدة نومك المتواصلة؟ متى الأوقات اللي أنت حصل فيها عندك مثلا قلق أو أرق في النوم؟ قلونا في البداية نفتح هذه العلبة ونستكشف اللي بداخلها فتحنا العلبة اللي موجود فيها الباند هذه هي الباند طبعا متوفر فيها عدة ألوان وبأذكرها وبأذكر أيضا السعر موجود الكابل اليو اس بي ورأس الشاحن هذا هو شكل رأس الشاحن طبعا يلتصق من الخلف بنفس السوارة بالإضافة إلى كتيب التعليمات الشكل الخارجي لهذه السوارة ما أدري أنا محتار يعني على المواصفات اللي موجودة فيها هل أسميها سوارة ولا أسميها ساعة هذه هي ومن الخلف منافذ الاستشعار موجود فيها لغات عديدة طبعا من ضمن اللغات موجود اللغة العربية لأنه ممكن يجي لك بعض الإشعارات على الواتساب اتصال من أرقام أنت مسجلها باللغة العربية فعلى طول أنت تقدر تقراها وهنا يقول لنا بداية بالاقتران الاقتران سهل جدا نفتح تطبيق الصحة بعدين نروح لـ ونختار ونختار فبيقول لي الحين طلحها أول وحدة نسوي على طول طلع لي في السوارة أنه تسمح بالاقتران جاري الاقتران وتوقع على طول خلاص اتصلت التطبيق نقدر نغير منه واجهات السوارة طبعا يطلع لي كم موجود فيه بطارية عندنا بالإضافة إلى كم المسافة اللي قطعتها وكم حرقت من السعرات الحرارية والكالوريز وغيرها وهنا أيضا الواجهات والواجهات هذه مجانية نقدر نحمل كلها متصلة مع هواوي ونقدر نحمل أي واجهة احنا تعجبنا طيب من الخيارات اللي هي الاشعارات وش نفعل من اشعارات طبعا زي ما تشوفون يطلع لنا كل التطبيقات اللي موجودة عندنا فنختار انه مثلا نبغى الرسائل نبغى الاتصالات مسموح الاشعار لو جاك اتصال بيظهر لك في السوارة وتقدر طبعا ما ترد من السوارة لكن تقدر تعطي بزي من السوارة مزامنة هذه السوارة يمكن مزامنتها مع هواتف الواوي وهواتف الاندرويد وايضا هواتف الايفون لانها بكل بساطة اتصال عن طريق تقنية البلوتوث فقط نحمل تطبيق هواوي هيلث او الصحة من هواوي وعلى طول بنروح على خانة ديفايسز او الاجهزة ونختار اضافة او add new device وبس راح يسوي search وعلى طول يتصل مع السوارة او الساعة سماعة لانه اغلب الاجهزة الملبوسة او الاجهزة اللي نستخدمها الاخرى اذا كانت تدعم البلوتوث فهي سهلة الاقتران مع الهواتف شوف هذه احد الواجهات مطلعني كم عندي في البطارية والساعة وكم خطوة أنا مشيت طبعا بكل ضغطة يتغير اللون وما حطين عدة تحسينات في هذه الساعة طبعا اذا ضغطت عليها هنا يطلع لي كم عدد الخطوات اللي مشيتها كم حرقت من calories نشوف هنا نقدر نشغل بعض المقاطع الموسيقية او المقاطع الصوتية لكن على الجوال ونتحكم فيها عندنا ايضا درجة الحرارة اللي موجودة في نفس المنطقة بالاضافة الى قياس التوتر عندنا الان قياس معدن نبضات القلب طبعا زي ما تشوفون هنا بالاسفل هذا المستشعر شغال طوال الوقت ويستشعر لنا او معنى نبضات القلب وش فيه ايضا من خصائص نروح عند الورك اوت اللي هي طبعا يقول لك انت تبغى تمشي خارج المنزل او عندك تريدي ميل او جهاز سير ماشي في البيت عندنا كثير من الخيارات ممكن على الدراجة على كثير من الاجهزة الرياضية وايضا ذكرنا اللي هي تتبع نسبة نبض القلب الان نشوف نسبة قياس الاكسجين في الدم لما نضغط مجر قياس يقول لنا خل السوارة على هذا المستوى فيبدأ هو يقيس بهذا الوقت وخلص اختبار قياس نسبة تشبع الاكسجين بالدم نقدر نختار مرة اخرى او طبعا يعطينا بعض التعليمات عن نسبة قياس الاكسجين وش اللي موجود ايضا خيارات اكتيفتي ريكورد واللي هي طبعا وش الانشطة اللي انت سويتها كم مشيت خلال هذا الاسبوع هذا الشهر هذه السنة تتبع النوم وعندنا الضغوطات وايضا بريثينج اكسرسايز اللي يعطينا تمرين للتنفس خلونا نجرب الكاميرا الجوال حطيته هناك وهذه هي الكاميرا بشغل الكاميرا فبيفتح على طول معنى الجوال اشتغلت هناك الحين بضغط زر تصوير فعطينا امر تصوير خلنا نجيب الجوال ونشوف اللقطة اللي اخدها هذه اللقطة اللي صورها عندنا فايند فون نقدر احنا نبحث عن الهاتف شوف الجوال يقول نجي ايضا عن تغيير الواجهات لما نضغط ونعلق نقدر نغير عدة واجهات من الواجهات اللي احنا يعني حابين ناخذها معنا السوارة تيجي بأربعة ألوان الأسود والأزرق والأخضر والبرتقالي اللي موجود معيه هذا اللون الأخضر زي ما تشوفون طالع على أخضر وعشبي سعر الساعة 229 ريال فقط وهذا سعر منافس جدا في السوق خصوصا اذا احنا نبحث عن سوارة بمواصفات ساعة وبعمر اسبوعين للبطارية موضوع هذا جدا مهم راح تتوفر واوي باند 6 من تاريخ 3 مايو في السوق السعودي وبحط لكم رابط الشراء في الوصف بالإضافة لكافة المواصفات والتفاصيل الخاصة فيها لا تنسون تفعلون جرس التنبيه والاشتراك في قناتي وأيضا شرفوني على حسابي على التويتر باسم طارق الجاسر أتمنى لكم أوقات سعيدة وفي أمان الله اشتركوا في القناة